طيب خلونا جدد رحيم مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر نبدأ الأول بإيه توضيح واجب التوضيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا قيمة والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ورضي الله تبارك وتعالى عن صدر الأمة المسلمة الذين كانوا وقفين عند حدود الله عز وجل وبعد فحضرتك تعقيبا عما تم تطخيمه ونسبة ما لم يصدر مني صراحة في مسألة أنا لم أسعى إليها ولكن أنا من واقع التقارير التي استطلعت أراء الناس في الشارع فكان في سؤال من أحد المغتربين على أنه لا يتمكن من النزول لأسرته ولا يستطيع أن يستخدمها إما لقلة المال وإما لتعقيدات التأشيرات والفيزة فإحنا عندنا حضرتك القاعدة الفقهية دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فأنا قلت له أنه يتزوج وقلت لعل زوجته بإسلامها وإثارها على نفسها أنها لا تعترض لأنه أصبح في حال الإضطرار يعني إذا كانت الشراء الإسلامية أجازت للمضطر أن يأكل لحم الميتة أو شرب الخمر لإساغة الغصة فمن الضرغي رباغ ولا عاد فلا إثم عليه فماذا لو أن إنسانا مغتربا وكان مثلا شابا أو عنده ميل إلى زوجته يعني عنده شهوة جنسية أو مشاعر وجدانية وكان بين أمرين العجز عن الاستخدام أو العودة أو أنه يفعل الفاحش فبالله عليك لو سألنا أي إنسان سواء منسوب إلى دين أو غير منسوب إلى دين بما ينصح هذا الرجل الذي بين مفسدة ومصلحة بطبيعة الحال أخف الأضرار واجب وأهون الشرين واجب كما قال الفقهاء أنا أرشدت إلى الحلال لا أكثر ولا أقل أرشدت إلى الحلال ليس إجابة يا أستاذ يوسف ودائل لنا حتاب المحبين على بعض الإعلام الخاص حضرتك إحنا بنقول هنا إباحة أنا ما قلتش واجب أو لازم أنه يتزوج بثانية لأن أصل ما وجبتش يعني مش لو أقل أي وعملوا كده إذا كان هو أصل حضرتك التعدد في الشرح الإسلامية مباح قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنى والثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعديلوا يعني في النفقة يعني التعدد مشروط بالعدل العدل بس في النفق يعني يكون قادر على أن يعدل بين نسائه في المأكل والمشرب والملبس ليه حسب لها بس عدل في النفقة لا اللي عدل القلبي في آية تانية هو أصل بعض الناس هيجيب لك الآية الثالث الثالث من مطلع سورة النساء مع الآية 129 من سورة النساء اللي هي برضو ولن تستطيعوا أن تعديلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتزاروها كالمعلقة يعني الآية واضحة فلن تستطيعوا لا ده في العدل القلبي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سألنا أن لهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك وتملك اللي هو الميل القلبي فليس معناها حضرتك أن مجموع الأمرين أن يأتي واحد ويقول لك لا لا يوجد تعدد في الإسلام ونبع على كده مين زمان سيدنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله عز وجل فقال لا هو دي إباح لكن ما يجيش واحد النهاردة بجرة ألم أو لاتجاه معين أو لأمور أخرى وبعدها يقول لك لا ده التعدد هو لو كان مرفوض أصلاً كان الشرع ما شرعه من الأصل أو من البداية التعدد مشروط مشروط بالعدل بالعدل أترك الحس والعدل هنا أنا هنا بقعد أفكر بقى أليس العدل عدلاً مطلقاً يعني ليه خطينا العدل بس في النفقة لا ما هو يعني أنا أصرف على الست وما زرهاش بقول أنا كده عادل لا ما أنا حضرتك لا يا فندم العدل لما نجد في الفقه الإسلامي وأحييت جداً قال الفقهاء في باب القسم بين الزوجات قالوا أول حاجة مع النفقة البيتوتة يعني أن الزوج الذي تذوق بأكثر من واحدة يبات لا يهجر معايا حضرتك لا يهجر فقالوا البيتوتة يعني ما بيت الزوج عند زوجتيه أو سلس زوجات أو على ما ليش دعه طبعاً أو أربع زوجات هو حر لكن اللي أنا يعنيني في التشريع الإسلامي حضرتك أني أنا النهاردة ما أقدرش أستغفر الله العظيم أقول أني الإباحة تلغى مين يقدر النهاردة يلغي أمر ربنا مين هو لا حضراً ولا تحريح بس لكن المسألة فيين المسألة فيين المجتمع نفسه تغير وحر ومتالي طريقة التفكير بتاعت الناس تغيرت يعني مولانا الدكتور رحمة كريمة ونفسه قال أنا لما طلعت البعثة بتاعتي أو لما طلعت أشتغل في الإعوارة بتاعتي كنت بسافر على نفقت الخص أعود إلى مصر أي لزوجاتي قسماً بالله حصل وأكثر من مرة أنا بالنسبة لي ده نفهمه بإيه بقى بأنه هو مولانا لا يشجع على تعدد الزوجات مولانا لا يشجع ولا أن فيه لا تحذره ولا تحرمه لأن الحذر والتحذر لمن عند رب العز ده بياد الله ولذلك يا أستاذ يوسف عشان نقف الملف ده أنا أقول لمن يزايدون آية في القرآن انفرضت بين الستةلاف مئتين ستة وتلاتين آية إن ربنا ذكر فيها الكذب سلاس مرات صور آية ما تاخدش سطره ربع اللي في صورة النح مئة وستاشر قال الله سبحانه وتعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ثلاث مرات فالتحليل والتحريم يا سادة يا كرام بيد الله عز وجل ده أمر ربنا سبحانه وتعالى والرسول ترك التشريع مستقر يعني تركتكم على المحقة البيضاء فأنا بس الخلاصة قال تعدد بالشرط اللي سادتك قلته اللي هو العدل الحسي مشروع إنما لن تستطيعوا أن تعدلوا بها نساء وحرصهم ده العدل القلبي فإن خفتم قال لا تعدلوا فواحد ده ده في الأولانية في الأولانية اللي هي الحسي يشمل النفقة والبيتوتة النافقة والبيتوتة بس أنا برضو هنا عايز أصلا أنا مش قادر في الحتة دي قال لما فهمها أنا مخي لسه مش ربنا قال فإن خفتم قال لا تعدلوا أه ماش فهنا كلمة تعدلوا ذاهبة في مطلق العدل يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه إليه فخفتم قال لا تعدلوا في النفقة والبيتوتة كان ممكن يقولنا في النفقة والبيتوتة ما هو بقى الرسول ربنا أطلقها لا 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 اسمعني بس حضرتك عندنا في علم وصول الفقه العام يخصص والمطلق يقيد معاي جنابك وذلك أنا بقول لك للأسف اسمح لي يعني في الصراحة دي شوي إن اللي طالعوا في وسائل الإعلام وقعد يتكلم سواء إجابة أو سلبي لا تخصص سلام في الفقه الإسلامي ما ينفعش ده دين ده شرع أنا بقول لسهاتك من أنا أو غيري حتى بتعبير سيدنا الشياء الشعراوي رد الأمر على الله عز وجل طيب ما هو فندم ما عليش أنا عايز أطلع على الفصل وكل حاجة بس في الحتة دي ما عليش ثانية واحدة يا جماعة زميل الأعزاء في الحتة دي إذا كان أنا عندي من الملائة المالية اللي خلينا نتجوز وأنا مسافر يعني أروح وأخطط وأسس بيت وأتجوز ما تعرفك الظروف انزل بيتكو بقى مولانا عمل كده ما يمكن واحدة تتجوزه من غير ما تكلفه نفق بيحصل أشوف يا أستاذ يوسف إحنا مشكلتنا إيه بس أولا في العالم الثالث مشكلتنا بين شخصة بالأمور ونريد أن نلوي أعناق النصوص لانتزاع حكم يوافق الهوى ولذلك الرسول أخبر عن هذا الزمان والذي بعده إلى أن تقوم الساعة قال إيه إذا وجدت هوا متابعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك العوام فإن وراءهم أيام سقيلة القابض على دينه كالقابض على الجمر فحضرتك إحنا أولا ده تشريع مستقر التعدد مشروط أيوة بالعدل الحس من النفقة والبيتوتة أما العدل القلبي فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن هذا خسمي فيما أملك فلا تنخذني فيما لا أملك وأنا هختم بحاجتين سيدنا إبراهيم الخليل كانت له زوجتين سيدة هاج وقع حكمة ربنا والنبي تزوج علشان السيدة سارة كانت بلغت من عمر كبير فلم تنجب له لا ولدا ولا بنتا وأبقى على الإثنين وبعدين تزوج السيدة هاجر في زيارته لمصر أنا بس معنش معنش بس وأبقى على الإثنين والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظلم الأولى شوف سيدتك فأنصفها الله بالإنجاب ماشي أنا لا أريد أن أعلل لأنه بقول لحضرتك ده أمر توقيفي تشريعي من الله عز وجل أما إذا أراد إنسان أو جهة أو أو إلى آخر مجاملة أنا بس أقول له حاجة واحدة جامل لكن ليس على حساب الشريعة معلش اللي عايز يجامل يجامل مش مجاملة على حساب الشريعة نعم على حساب الشريعة يعني شوف شوف يا سيدنا الكريم هي مش مجاملة على حساب الشريعة لا لا أبقى وأحرار زمان من مئة سنة من خيمك من ستين سنة كان ممكن يبقى ده جوه بعض المجتمعات مقبول لكن النهاردة واسمح لي يعني لو إنه بنت مولانا الدكتور كريمة تزوجت وبعد زواجها جزها اتجوز عليها وما خدش رأيها وما ألهاش مولانا أحمد كريمة هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ها بأمان أنتم قادرة بشؤون دنياكم بس أو بقى صح بس أنا مش قادرة بشؤون دنياكم يعني أنا هفكر لك مفاكة غريبة بعض الدعاء بعض الدعاء معلش طلع تقريع وتوبيخ في حقي أنا طبعا لن أجريك لا يليك بس أنا بس أنا لن أجريك تبسدهم بالله إن بعضهم تزوج تزوج ست مرات بس عيب أفتح ملفات عيب مش أنا إلا أفتح ملفات لبعض العلماء أو لبعض الدعاء ولا أخلاقك ولا علمك ولا تدينك وأحدهم طلع وتوبيخ وتقريع وإن أنا عارف أن أجريك ستة 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 في تاريخ حياته بس عيب لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ثاني حاجة يا سيد يوسف يعني إحنا في مجتمع الدستورية نص على حرية الرأي وعلى أن أساس الجامعات لهم حرية البحث العلمي فأنا بقول رأي علمي تخصصي إن أنا شريعة إسلامية في الأزهر الشريعة أستاذ فقهم لما يجي رد أفعال سلبية فيها لغة الوعيد والتهديد أما الحرية الرأي مكفولة زي في الدستور زي لكن أنت يا مولانا مستعد لتبادل الأراء والمراقشة الحرة نعم إنما لما نسمع بقى لغة تهديد ووعيد لا 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 هذا مرفوض وهذا ينال من مدنية الدولة وينال من سمعة الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية أنا قلت رأي اللي يرد رجل أو امرأة رد بأدب وأخلاقيات البحث العلمي إنما بالشتائم والوعيد والتهديد والتلويح بمش عارف بإيه أنا قلت رأي علمي يتطفق مع الشريعة الإسلامية رضي من رضي أبا من أبا إنما لما نيجي النهاردة أنجرجر الأسازة الجامعيين إلى ساحات المحاكم أنا قلت إيه أنا قلت فانكحوا ما طاب لكم إن أراد ترجمة نانسي قنقر